رفعت العيادات الطبية للبعثة المصرية بالمدينة المنورة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الضيوف الرحمن من الحجاج المصريين وذلك بعد أداء المناسك ووصولهم للمدينة وذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف هذا وقد استقبلت عيادات البعثة حوالي 23.175 حاجة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم كما يوجد بالمستشفيات السعودية حوالي 56 حالة مرضية من بينها 18 حالة بالعناية المركزة بعد أداء ديوف الرحمن من الحجاج المصريين أداء المناسك تم تفويجهم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسط أجوان روحانية عالية انتابت الحجاج المصريين كافة أيهادات البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة رفعت درجة الاستعداد القصوى والتي تصل إلى ستة عيادات لتوفير الخدمات العلاجية والدوائية لهم على مدار الساعة في ستة عيادات في المدينة المنورة تابعين لشعبة المدينة المنورة في البعثة الطبية المصرية من بعد طبعا عودة الحجاج من المناسك حصل زيادة كبيرة في الأعداد الحجاج بترددوا على العيادات عندنا أغلب تقريبا الحاجات اللي بيشتكوا منها بتكون إجهاد عضلي غالبا وبعض نزلات البرد وأدوار البرد البسيطة بيتم التعامل معها في العيادات من خلال زملاء الأطباء في العيادات اللي بتشتغل 24 ساعة يوميا على مدار اليوم عيادتين على التوازي في كل فندق في بعض الحالات البسيطة أو الأعداد الوليرة جدا اللي تم حالتها للمستشفيات بالتنسيق طبعا مع وزارة الصحة السعودية الموجود منها تنسيق دائم وغرفة عمليات على مدار الساعة هو أجمال حالات التوارئ حتى الآن حوالي 94 حالة 95 حالة النهاردة وفي 30 حالة احتاجوا الحجز الحمد لله كلهم يعني معظمهم خرجوا فضل حالتين بس اللي مازالوا منومين كما تم عمل ندوات توعوية وتطقفية من قبل فرق الطب الوقائي للحجاج المصريين بأماكن إقامتهم في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والوقاية من نزلات البرد بتوفير بيئة صحية آمنة بمقر إقامتهم ندوات بتاعتنا كانت بتتركز أكتر على التوعية والهيلسكير أورنس أو رفع الوعي الصحي لدى الحجاج تجاه حاجات كتير قوي زي الهايجين، غسيل الأيد باستمرار، مكافحة العدوى باستمرار التقاء ضربات الشمس خاصة درجة الحرارة هنا عالية جدا شرب الماء بشكل مكسف التوعية كمان لأماكن تواجد العادة الطبية المصرية في المدينة والتقاء ضربات الشمس ويقل إجهاد الحراري بجانب دورنا الأساسي كمان في متابعة الحالات الفردية لو في أي حالات محتاجة مننا أي دعم دوف الرحمن من الحجاج المصرين أثنوا على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم من قبل البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة على مدار الساعة عاملة يعني ما فيش بعد كده من الدكاترة البعثة الطبية معنا على طول طول اليوم هنا أو في مكة ضغطي بس كان بيلغبط شوية مرة عالي مرة ومنخفضه ولكن الحمد لله يما جينا هنا بنجي للدكاترة والبعثة الطبية كلها على أعلى بالساعة ما شاء الله عناية بس كنت أقام فيها زي تدخل فيها أطراب فكاد بتحرقني فنزلت وصرفوا للعلاج وكله تمام الحمد لله كنت معاني بقى ألم في الرقبة شديد بيدوني بقى علاجات ومرهم وحاجات ضد التهابات وكده ومناس كويسة والله بترحم أجواء روحانية عالية تنتاب ديوف الرحمن كافة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوافق مع خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة لتحقيق الطمأنينة والأمان لتلك الأجواء محمد علمي أها التلفزيون المصري